السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كورس How to learn English perfectly النهاردة عندنا زمن المضارع البسيط الزمن ده من أهم وأسهل الأزمنة في اللغة الإنجليزية عموما هنتعلم النهاردة أربع حاجات أول حاجة إزاي نثبت الزمن ده وإزاي نضيف حرف الاس اللي هو بيجي مع الضمائر زي مثلا he works she goes ونتعلم قواعد النطق تاني حاجة إزاي ننفي الجمل في الزمن المضارع البسيط تالت حاجة إزاي نعمل سؤال وجواب رابع حاجة نتعلم verb be أو فعل يكون إزاي نكون جملة في زمن المضارع البسيط أدوى سهل جدا عندك subject زائد الverb الفاعل زائد الفاعل عندك الفاعل زي مثلا أي ضمير من الضمائر أو أي اسم جم أو أي اسم مفرد الضمير من الضمائر I, we, they, you, she, he, at اسم جم my friends اسم مفرد أحمد أي حاجة من الحاجة دي ناخد I I work as a teacher I play chess twice a week I eat two eggs for breakfast every day I love my family عندك الحالة الأولانية حالة دائمة أنا بعمل كمدرس أنا بشتغل كمدرس حالة دائمة متضغيرة I eat two eggs for breakfast every day ده روتين أو عادة على طول بعملها كل يوم ده برضو حالة من حالات المضارع البسيط I love myself I love my family ديت حالة يعني في علاقة بيني وبين العائلة فبالتالي ده برضو يعبر عنه بزمج المضارع البسيط وإن شاء الله في فيديو تاني هنوضح الكلام ده بالتفصيل تمام في المثال الفات أخذنا I هو subject أو الفاعل أي أخبار الضمائر التانية عندنا I work You work We work They work My friends work أي اسم جامع She works He works It works أحمد works خدت بالك من حاجة عندنا في الضمائر I, you, we, they My friends حطينا work من غير أي حاجة يعني بالتصريف الأول الفعل لو ما كنتش فرجت على درس التصريفات الأفعال اتفرج عليه من فوق هنا في الكاردز أو تحت في التسكريبشن في الأفعال She, He, At وأحمد كأخذنا works ليه؟ لأن المضارع البسيط بكل بساطة هو التصريف الأول للفعل بإضافة S أو ES أو IES ومهم جدا أنك تعرف إن الاس دي ما بتتضافش إلا في زمن المضارع البسيط بس لبتتضاف لا في الماضي ولا في المستقبل وبتتضاف بس للضمائر She, He, At وأي اس مفرد كمام خلينا نعمل كده كمامل عشان نتأكد إذا فيهمنا الجزئية دي ولا لا هديك الوقتي تسع جمل تختار الإجابة الصحيحة مما بين الكوثين أو choose the correct answer ممكن تبص على الجمل الوقتي وتختار الإجابة الصحيحة وتدوينهم مثلا في نوتبوك وبعدين تشوف إجابتك وتقارنها مع الفيديو نمبر ون هذه النتأكد في نوت نتأكد على جمل إجابة الصحيحة ممبلوكي They cook very well تمام؟ عندنا في الـ spelling rules أو كواهد النط معظم الأفعال بتاخد S عندنا love loves run runs work works speak speaks want wants etc. يعني أو إلى آخره etc. في الأفعال اللي بتنتهي بS CH SH X and O بتاخد ES عندنا pass passes search searches wish wishes fix fixes إنت لو جيت تلاحظ تلاقي إن أسهل إنك تقولها ES عشان لو عندك pass هيبقى ثلاثة ES وراء بعض هتقولها إزاي pass 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 مش فاش هتبقى pass wish wishes هتبقى غلصة في النط صعبة وجيت تلاحظ أن تلاقي إن S C H S H X الحروف متشبه S CH X كله شبه ببعض كده فتأسهل حاجة إنك تحط لها ES pass passes search searches wish wishes fix fixes و الأو بقى O دي حرف متحرك يبقى عندك go يبقى goes G O E S goes do does كمام؟ عندنا الأفعال اللي بتنتهي بحرف Y في ناس تلخبط في حتاديت عندك play تبقى plays و أخيرها S و Y تبقى عادية جداً وفي أفعال تتقلب زي study تبقى studies النقطة دي بتحصل لأن في الأفعال اللي هي زي play will buy enjoy وكل كل كلام ده بيبقى قبل حرف ال-Y حرف متحرك حروف متحركة في اللغة الإنجليزية U U I A E U U I A E يبقى عندك buy B U Y أول ما تلاقي في U قبل ال-Y تقوم حصة S play D L A Y قبل ال-Y A يبقى S plays enjoy enjoy أما في الأفعال زي مثلا try وعلى فكرة لما T يجي بعدها ال-R تقولها تشاه try try في الفعال try fly study try tries I E S لأن جاء بعد ال-Y حرف ساكن أو مجيش بعده حرف متحرك لو مجيش بعده حرف متحرك اللي هما I U U A E يبقى تقوم تكاتبوا I E S على طوت ال-Y دي تشيلها وتقوم حصة I E S try tries fly flies study studies study أخر نقطة irregular spellings أو الأفعال اللي غير منتظمة أشهرهم هو فعل have and be فعل have يضي لك has he has she has it has أحمد has أما مع الجمع أو I, we, they, you يضي لك I have they have we have my friends have وفعل be بيبقى مختلف شوية وإحنا هنشرحه في الآخر حاجة اللي هو القاعدة الرابعة أما فعل be بيتصرف am is are I am I am he is he is أحمد they are teachers هما مدرسين ده هو فعل be وهنشرحه في آخر الفيديو بالتفصيل لأن في ناس كتيرة بتتلخبط فيه ثاني نقطة إزاي ننفي الجمل في اللغة الإنجليزية أو إزاي نكون نجرب sentences نعمل جمل منفية قبل ما أقول لك إزاي أنا عايزك تعرف سر صغير كده في اللغة الإنجليزية مهم جدا ومش مهم بس للمضارعة البسيط ده لكل الأزمنة السر هو في أي زمن فيه فعل مساعد وفعل أساسي عندك في زمن المضارعة البسيط فيه فعل مساعد وفعل أساسي كمثال I play chess once a week انت ممكن تقول لي أنا من شايف اللي فعل واحد هنا بس اللي هو play فين الفعل الأساسي ولا الفعل مساعد هو عموما ده الفعل الأساسي الفعل المساعد في الزمن المضارعة البسيط بيبقى مخفي كده بيبقى do I do play chess once a week بس ما بنطقوش عادة ما بنقولوش بتقوله في حالة واحدة بس لما تبقى عايز تأكد حاجة قوي مثلا حد بيقولك احلف أو حاجة زي كده عندنا تقول I do play chess once a week أنا بكد بلعب شطرنج مرة في الأسبوع دي لازمته لما تيجي تقول I do play chess once a week بس هو موجود لكن غال عادة لما تيجي تتكلم في الكلام العادي بتقول I play I work I go طب إيه لازمة الكلام ده يعني طب إيه لازمة انحنا نعرف ان فيه فعل مساعد مخفي لازمته عشان لما تيجي تنفي لما تيجي تنفي فيه طبعا عندك I do play chess once a week يبقى تاخد ما بين play و do تحط not I do not play chess once a week بس تحسن هي كده لما تيجي تقولها لما تيجي تتكلم I do play chess once a week كده في الرسمي لكن لو حاب تبقى يعني تنخرط في اللهقة الأمريكية I don't play chess once a week وغالبا لما تنفي ما تقولش once a week أو كده إلا لو حد سألك يجي على التابل ده بقى لديك الأفعال اللي هي I, we, they, you أو أي جسم جامع زي مثلا my friends احنا بنفيها ب don't زي ما احنا عارفنا احنا فيه فعل دو ده ما خفي بين مثلا I do play chess فعل دو ما خفي يبقى I don't play chess We don't play chess They don't My friends don't تمام؟ أما في الأفعال اللي هي he, she, it أي اسم مفرد زي أحمد بنحط لها doesn't He doesn't play chess once a week طبعا ممكن لو واحد يقول طب هي he doesn't play chess إحنا ليه ما قلناش he doesn't play مش إحنا بنقول he plays she plays في حالة النفي إحنا بناخد كده بالضبط ال S من اللي لما إنت لما تيجي تحب تقول كلمة هو بيلعب شاطرا كل أسبوع he plays chess once a week لما تحب تنفيها إنت بتاخد ال S من كلمة play وتحطها الدو اللي هي المخفية في المدارة البسيط اللي هو الفعل المساعد يبقى he doesn't play chess once a week وترجع الفعل الثاني زي ما هو زي ما كان لأساسه يعني يبقى he doesn't play chess once a week she doesn't it doesn't أحمد doesn't play chess once a week واخد بالك doesn't وdoes ال S ما تطلقش S ما تقولش does أو doesn't doesn't تقولها doesn't في حرف الز كده Z Z أو Z بالإنجلش تمام ناخد كده كده كوك إكترسيز على نجرب سنسنسز سنسنسز أو الجمل المنفية عندنا تسع جمل في منهم جمل صح وجمل غلط إن عايزك تبص عليهم الوقتي تشوف كده إيه هي جمل الصح وإيه هي جمل الغلط وتحدد على الجمل الغلط يعني واسلا نكتب three one correct three wrong كلام من ده وبعدين قائر نحلك مع الفيديو عندنا number one he doesn't read a lot of books correct صح he doesn't عندنا he doesn't read a lot of books نبي كرأش كتب كتير number two many children don't play baseball children اسم جم don't play baseball تمام you get it تمام وصلت you doesn't like chicken soup no not right it's wrong غلط you don't like chicken soup the bird don't fly fast no the bird doesn't fly fast i don't teach english yes but actually i teach english we doesn't live together no we don't live together she doesn't go to college yes right correct it doesn't work صح الجملة صح لكن معنى الجملة عايزة يعني افاهمها للناس شو ممكن ان واحد يقول لي that's not a good thing مش فهم ايه معنى ايه معنى it doesn't work معناها مسلا انت عندك مسلا تليفون كمبيوتر اي حاجة وحابب مسلا تفتحه او تشغل او كلام من ده وطافي بايز ممكن تدي للصاحب تقول له it doesn't work ما الشغال مش راضي يشتغل عندها number nine they doesn't cook very well no they do not cook very well عندك I, we, they, you اي اسم جام don't او do not he, she, at اي اسم مفرد does does not ثالث نقطة السؤال والاجابة questions and answer لما نيجي نحب نسأل بزمان المضارع بسيط او اي زمان نعموما يعني بناخد الفعل المساعد بنحطه في الاول يعني عندك I play chess once a week انا بلعب شطرنج مرة في الاسبوع طبعا زي ما احنا قلنا اني فيه do بين play و I مخفية I do play chess نقوم اخدين do ديت الفعل المساعد ونحطنه في الاول ونقوم مكملين الجملة do I play chess once a week ممكن تسأل نفسك يعني اه وانا بلعب شطرنج مرة في الاسبوع بس دايما تبقاش يعني ايه doesn't make sense مش بتديه معنى يعني كده ممكن ممكن تسأل ممكن تسأل نفسك وانت مسلا لوحدك لكن مش هتسأل حد كده يعني فانت تقول do you play chess once a week انت بتلعب شطرنج مرة في الاسبوع طبعا ده ينطبق على كله مثلا do we play chess once a week ممكن احنا بنلعب شطرنج مرة في الاسبوع do they play chess once a week هم بيلعبوا شطرنج واخد بالك do لما تيجي في الاول do or does لما يجوا في الاول بمعنى هل هل تلعب الشطرنج مرة في الاسبوع هل يلعبون الشطرنج مرة كل اسبوع do my friends play chess every week ديت بالنسبة للضمائر اللي هي I, we, they, you اي اسم جامع تمام احنا عارفين ان هي بعدها I do play chess اما في الضمائر التانية اللي هي بتاخد does و doesn't الموضوع برضو سهل جدا he doesn't play chess once a week يبقى does he play chess once a week برضو ناخد الفعل المساعد اللي هو مخفي ده وانت في الاسبات مخفي في الاسبات وتقول does he play chess once a week does she play chess once a week does it طبعا مش معقول في حاجة غير عفلة بتلعب شطرنج او اي اسم مفرد عندك مثلا من احمد does aحمد play chess once a week ده بالنسبة للسؤال في المضارع البسيط و عموان في كل الازمنة انك بتاخد الفعل المساعد وتقوم حطه في الاول I play يبقى do I play او بالاحرد do you play he plays does he play اللي في الاس تقوم شايل الاس من الجملة وتقوم اخد ايه does does he play does she play تمام رابع نقطة verb be او فعل يكون احنا عارفين ان اي فعل في اللغة الانجليزية في زمن المدارع البسيط بيبقى لي شكلين عندي مثلا كمثال فعل work بيجي مع I we they you بيبقى شكله الاولاني work I work they work we work او اي اسم جمع مع he she at او اي اسم مفرد بيبقى works اما فعل B بيبقى لي ثلاث اشكال am is are وعلى فكرة الفعل ده سهل جدا ومهم جدا برضه انت بس هتعرف هو am بيجي مع ايه is مع ايه or مع ايه وانت هتقولها تلقائي من نفسك يعني من غير يعني حتى لو تجيبها كده بالمعنى باللغة العربية عندك am بيجي مع I I am زي I am a teacher وام دي معناها يكون او اكون او يكونون او هكذا يبقى عندك I am a teacher انا مدرس او I am a doctor انا دكتور I am an engineer تمام he he و she و it و اي اسم مفرد بيجي بعدهم is he is a teacher she is a teacher احمد is a teacher تمام يبقى يكون he as she as اي اسم مفرد you we they i am i i am are not teachers طبعا الاختصار بيبقى he isn't a teacher لو انت عايزة تبقى American و تعمل نفسك كده he isn't a teacher لكن لو انت عايزة تبقى formal برضو he isn't a teacher she isn't a teacher انا بحب American وحسي نفسنا fluent whatever احمد isn't a teacher you aren't a teacher you aren't you aren't we aren't aren't a teacher we aren't teachers they aren't teachers they aren't teachers احمد المحمد aren't teachers i بتبقى معها am و هنا فيها i'm not he and she and it و اي اسم مفرد بيجي معها is he's not you we they او اي اسم جنب بيجي معهم are are not aren't نعمل بقى quick exercise كده عشان ايه نجمع الموضوع كله عندنا عشر اسئله كل سؤال في فراغ جنب السؤال كلمة عايزك تصرف الكلمة دي صح مع السؤال و جنب السؤال في علامة زائد او ناقص علامة زائد معاناها عايزك تخلي الجملة مثبتة و علامة ناقص عايزك تخلي الجملة منفية علامة زائد و ناقص تحت خالص في الجملة تسعة و عشرة مكان هيبقى منفي و في مكان تانى هيبقى مثبت تمام ناخد مثال بسيط كده الجملة الرقم واحد عندك انا جاي حاطت جنبها مثبتة يكتب كلمة study كلمة تبقى خد كده ديئتين فكر فيهم ووقف الفيديو و ارجع تاني خلينا نبدأ بسم الله نمبر ون شي ستادي كومبيوتر سايينس علينا هدي نمبر تو أمو كوثوم نمبر ثري وممكن تقول و ممكن تقول و ممكن تقول و ممكن تقول مش شرط يعني يبقى بعد أو قبل الفعل المساعد مش مشكلة نمبر فور أحمد المحمد لا تأتزار في كارو أحمد ومحمد لا يهدون في القاهرة ماعدوش في القاهرة يعني نمبر سيكس أو لا يهدون نمبر سيكس حتنا ثمよね ثم ثم تبهش الاصفة هي بتقول هي ما عادتش فكراني سبون يعني معلقة فورك يعني شوكة ملخص الموضوع كده للأفعال بيجي معهم في الصرف الأول الفان يبقى عندك أي اسم بجمع طبعا مثلا أحمل المحمد والأفعال اللي هي وأي اسم مفرد بيبقى ووركس نضف لها اس والنفي بتاع الضمائر الأولانية أي اسم جمع بيبقى والنفي بتاع الضمائر اللي هي هي أت وأي اسم مفرد بيبقى كلام من ده ثاني نقطة نقلنا على السؤال السؤال هو السؤال سهل جدا أنت بتبقى مثلا قلنا من الفعال المستعد بتاع المدارعة البسيط هو احنا بناخد دو من مثلا اي دو جورو وورك افري داي بناخده ده وبنقوم حطه حطينه في الأول السؤال بيبقى دو يو جورو وورك افري داي ده طبعا مع الأفعال اي وي ذي يو مع الأفعال الثانية اللي هي 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 أت هي دوز جورو وورك طبعا دوز و دو ده بيبقى مخفي ما بتقلش عادة ما بتقلش إلا في التقرير يعني لما تحب تقرر حاجة وتكون يعني تأكد عليها قوي يبقى دوز شي جورو وورك افري داي دوز هي جورو وورك افري داي وبعد كده نقلنا على فعل بي يكون اللي هو بيبقى اي بيجمعها ام اي ام انا اكون او اي ام ناط او اي ام ناط او اي ام ناط وده كان درس المضارع البسيطي الجزء الاول ما تنساش تعمل شير ولايك للفيديو لو عجبك طبعا المحتوى وتعمل سبسكرايب القناة واستنى الدرس الجاي عشان مهم جدا 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 الدرس ده مهم لإيه لانك تقرف ازاي تكون الجمل والتصريفات وتعرف برضو فعلي يكون عشان اللي هو بيه عشان فيه ناس كتير بتتلخوط فيه اما الدرس الجاي مهم جدا بقى عشان تفهم الزمن المضارع بسيط ويستخدم في ايه و ايه الفرق بينه وبين المضارع المستمر وهيبقى درس حلو جدا جدا ان شاء الله فستاي توند ايبريبدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته